أكد مدرب المتخب الجزائري وحيد حالي لوزيج أنه سيعمل كل ما في وسعه لتشريف الكرة الجزائرية خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة رغم بعض العراقيل التي تواجهه سيما في ظل اللياقة التنافسية غير المطمئنة لبعض اللاعبين مانا نهاية فقط لبعض العراقيل لجلسة مدرب المترجم للقادمة لقد قلتنا بقى هذه الكرة الجزائرية وخصائف لن أسلق الأقل مدرب المترجم للقادمة إني أقل الطعام لتعدي مكتب لبعض العراقيل ومكتب للمترجم للحصول ومكتب لتعدي وابدى المدرب حليلوزيتش خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز التقني بسيدي موسى قبل ساعات من تنقل الخضر إلى جنوب إفريقيا وعيا كبيرا بخصوص المهمة التي تنتظر رفقاء رياض بودبوز في هذا الموعد القاري والذي أوضح عنه التقني البوسني بأنه غير قادر في الوقت الراهن على التكهن بالمشوار الذي سيقطعه لعبوه بالنظر إلى استعداد عناصره والذي يختلف من لاعب لآخر بسبب الوضع الأيام أعلم أنني أتحدث الكثير من الأيام وإن أردت أن أردت أن أردت أن تقوم بها لكن هل هذه المساعدة قادر إلى المنزل أو المنزل أو المنزل هل تقوم بإمكانها المنزل من الأولى؟ لا أستطيع أن أعلمكم بأنني لديك كثير من الأعزام و المعرفة والمعرفة المعرفة التي تتعلمون لها اليوم لدينا ثلاثة مختلفة المعرفة التي تتعلمون الكثير من المعرفة أكثر مستعملون جميعاً المنظمة الأكثر شعورة في مستعملون لتعافي رمضة أكثر قدرية الأمثار هذا المنظم هذا المنظم هذا المنظم على نقل كلما نصدقهم يمكن أن يكون هذه المنظمة لديهم هم أكثر مستعملون لتعملون لأخير وحيد حليلوزيتش الذي أكد بأن الضبط قائمت 23 لاعبا كان بعد تفكير طويل لم يخفي صعوبة مهمة الاختيار خاصة وأن الأمر يتعلق بدورة نهائية لكأس أمم إفريقيا المنتخب الوطني الذي سيدخل مباشرة بعد وصوله لجنوب إفريقيا في تربص تحذيري يتخلله مبارتين وديتين أكد بشأنهما الناخب الوطني بأنهما كافيتين لدخول المسابقة في لياقة جيدة مسابقة سيدخلها الخضر بإرادة كبيرة للتألق لتعويض نقص الخبرة لبعض اللاعبين في مثل هذه المنافسات